خلينا مع حضراتكو دلوقتي وصلنا لفقرة صوت الناس ونبدأ نستعرض مع حضراتكو الاستغاثات اللي بتيجي للبرنامج وخلينا نستمع لفقرة حضراتكو والأخبار اللي بتهم حضراتكو احنا جات لنا استغاثة من أهالي قرية فنارة التابعة لمدينة تفايد بمحافظة الإسماعيلية خاصة هذه الاستغاثة بالصرف الصحي بعد أن أسند إليها مشروع الصرف الصحي بالقرية وده منذ عام 2016 وحتى تاريخه لم يتم الاستكمال بعد وطبعا يكاد يكون الموضوع المتوقف تماما الشركة فعلا بدأت التكسير والحفر في كتير من الشوارع زي ما حضراتكو شايفين على الشاشة أو في القرى ومدوا الخطوط الخاصة بصحب المياه جوفية وغلق كتير من الشوارع الفرعية أصبحت القرية في حالة شلل تام نتيجة لتقاع الشركة عن أن هي تكمل الصرف الصحي طيب احنا بينضملنا أحد المواطنين المواطن محمد عشور نعرف منه تفاصيل أكتر ويصف لنا المشهد والوضع هناك أستاذ محمد اتفضل أنا بس مع حضرتك أستاذ محمد أستاذ محمد طيب احنا أستاذ محمد مش معانا طيب خلينا نعيد الشكوى مرة أخرى أن هذه الاستغاثة جت لنا من أهالي قرية فنارة وتبع المدينة تفايد في محافظة الإسماعيلية أن المفروض في شركة بدأت أن هي تاخد خطوات مشروع الصرف الصحي بدأت بالفعل بالحفر في المناطق هناك ولكن في النهاية ما أكملتش الكلام ده من 2016 هذه الشركة لم تكمل عملها حتى الآن وحصل حالة من حالات التوقف والشلل التام في القرية الناس مش عارفة تتحرك مش عارفة تروح أشغالها مش عارفة تمشي في الشوارع دي الصور اللي أرسلت إلى البرنامج وحبينا أننا نعرض هذه المشكلة بينضمنا أستاذ محمد عشور يا أستاذ محمد مساء الخير تفضل مساء النور يا فندم أهلا بيك حضرتك إحنا في قرية فنارة مشروع الصرف الصحي خليني أصنع حركة يا فندم إيه الوضع بالضبط عندكم في فنارة مشروع الصرف الصحي يتدى فيه شغل في قرية فنارة من أواخر 2015 والمفروض أنه هو هيتسلم في شهر 3 2017 آخر مرحلة إحنا النهاردة في أول 2017 ولسه فيه مناطق كتير في القرية ما دخلش فيها الصرف الصحي ولا اشتغل بسبب التوقف بتاع المشروع يعني هم معطلين باقي القرى كمان معطلين زي ما انت شايفة في الصورة عند حضرتك الشوارع كلها متكسرها بايرات الصرف الصحي أعلى منصفها عالي في الشوارع والناس بالليل بتقع فيها طيب خليك معنا يا أستاذ محمد إحنا بنضملنا سيادة اللواء علاء رشاد رئيس مجلس المدينة يا سيادة اللواء مساء الخير سنوبة احنا بنتكلم يا فندم عن مشكلة الصرف الصحي في قرية فنارة وان الوضع والحالة فيها شلل والناس مش عارفة ان هي تتعامل ولا يعني في حالة توقف في باقي كمان المناطق مش عارفين يبدأوا في الصرف الصحي الخاص بيهم تعليق حضرتك ايه يا فندم على هذه الاستغاثة احنا بنحضرتك انا بس في العربية يعني انا ما سمعتش طيب انا انا بقول لحضرتك الموضوع اوكي حضرتك لو ما سمعتش في مشكلة في قرية فنارة التابعة لمدينة الفايز يا فندم اه المشكلة دي من 2016 بالزبط حقيقي اتفضل يا فندم مشكلة الصرف الصحي في قرية فنارة اه دي اللي عمل فيها بدأ فيها زي ما حضرتك عشان تدفق في 2016 تمام ودي كانت الشيخة القفضة يعني متعفضة مع المقاولين العرب واستمروا واشتغلوا بكفاءة يعني وصلوا لبرحلة حوالي اربعين في مية من الشهور ثم توقفوا حوالي 7-8 شهور نتيجة فوق الاسعار اللي تمت في تحريص سعر الصرف على الجنين اه الشركة توقفت وكانت طبعا نتيبة الحصر اللي تم ونتيبة المواثير اللي تقصد اه ومحصدش يعني اه 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 تقريب للمواثير انا رح في بعض الشوارع وبعض اللي هما بيستخدموها المواطنين اه يعني مش مبهدة تعي فندم يعني سيادة لواء سيادة لواء عفوا للمقاطعة انا انا يعني حريك بترصد لنا المشهد احنا فعلا شفنا المشهد عن طريق الصور وعن طريق وصف احد المواطنين ولا 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 بأكدوا اه اه حضراتكم يا فندم طيب ايه المفروض هنعملوا للناس عشان يقدروا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي والاجراءات دي تبدأ ان هي تشتغل مرة تانية انا 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 يعني لو اتيلك نفس اللي انا عايز اقوله نفس الثاني ان بعد الشركة بتوقفت احنا عرضنا الكلام ده في اكتر من مجلس تنفيذي عرضنا المشكلة بكل جوانبها من خلال تقارير ومن خلال مذاكرات تواصلنا مع كل الجهات اخر عرض على الساد الوزير المحافظ كان في وقت طرار نهائي مع رئيس حيات اللي صرف الصحي للقناة وسيناء اللي هو احمد عزب وانت هنا نجمع عودة الشغل مرة اخرى والمواضيع المالية ابتدت تكون على وشكل امتى يا فندم؟ بدأوا الشغل من حوالي عشر تيام يعني هم رجعوا يشتغلوا تاني في المشروع ده؟ اه طبعا اه بدأوا يشتغلوا احنا لست استاذ محمد معينا يا اسنسا المتزائل المتزائل راجعي تاني وهيقولي كده هم بدأوا يشتغلوا من عشر تيام يا استاذ محمد معشور لست معينا الجميل بقى الجميل الطميني الطمين المتزائل ان هو كان مفهوض المشروع ده يتسلم في 31-3-18 رغم التوقف الـ 7-8 شهور احنا عصرينا انها نعم الجدوى الزمني والمشروع ان شاء الله في قرية فنارة هتنتقل في 30-6-2018 هننسلم المشروع بالكامل يعني احنا 30-6-2018 هذه الربكة اللي موجودة في هذه المنطقة يا فندم قرية فنارة مش هتكون موجودة المشروع اللي لا لا حيزا اكتدو فيه حضرتك وتشيري ليه وتتلعيه على الأول مع حضرتك ان احنا عندنا خمس كرة في مركز ومدينة فايد الخمس كرة في شكل نموذجي بهذه كرة تقليدية احنا عندنا كرة دخلتها الواتفزاح من 88 عندنا فيه قرية اخرى ودخلتها الواتفزاح من 97 طيب هلنتقل قرية فنارة في 30-6-2018 طيب وهيبقى فاضل قرية نصرها فيها صرف زحي ونصر الآخر طيب سيادة الواتفزاح انا بشروع حراك طبعا واحنا بنقدر ده وانا كمان زي ما احنا اشارنا لهذه الجزئية احنا هنوصل لحضرتك كاميرا صوته نفسها تكون موجودة معاكم نشوف كمان الجانب الايجابي والجانب المضيق بالاضافة كمان للجانب السلبي اللي اشارنا اليه النهاردة ولكن احنا في النهاية نتمنى ان المسروع يعني يشتغل باسرع من كده عشان ضرر الحاصل للناس والمواطنين في هذه المنطقة فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا سيادة الواء علاء رشاد رئيس مجلس المدينة احنا استاذ محمد عشور لسا معينا ولا خلاص طيب يا استاذ محمد يريد حركة تكون سماعة ترد سيادة الواء والمفروض ان سيادة الواء اكد ان 306 2018 المسروع ده هيكون انتهى تماما والمفروض ان هم بدأوا شغل او رجعوا شغل مرة تانية من 10 ايام